اشتركوا في القناة الحصة الاولى هيبقى فيها الباب الاول والباب التاني جلوجيا والباب الاول والباب التاني علوم بقية الحصة التانية ان شاء الله بكرة هيبقى فيها التلات بواب الباب التالت والرابع والخامس جلوجيا حيز الناس بعدها مركزة ان شاء الله باذن الله اللي حيتقالي النهاردة انت باذن الله ان شاء الله هتلاقيه في الامتحان يعني فيه امور كده وفيه اجزاء في الابواب باذن الله لازم تجي في الامتحان وانا عرفت كلام ده كمان احنا النهاردة يهمنا جدا النهاردة والحصة بتاعت بقرة بإذن الله على الاجزاء اللي ممكن بتلخبطك على الحاجات اللي شوها بعضها على المسائل اللي فيها ربط بين الباب ده والباب ده من الباب الجيلوجيا او من الابواب العلم البيئية زي مثال الضغط فالامور دي كلها احنا ان شاء الله النهاردة هنقولها وحنعرفها وحنبسطها ده غير بقية الانتحان هيبقى كده فيه فيديو تالت لحل اسئلة على الباب اللي احنا انتفقنا عليها ان شاء الله احنا بإذن الله النهاردة هنراجع اول بابين جيلوجيا الاول والتاني واول بابين والبابين بتوع البيئة البرضو الاول والتاني ده حصة النهاردة هنبدأ بإذن الله على طول عشان ما نضيعش وقتكم على الباب الاول جيلوجيا احنا عارفين الجيلوجيا اللي هي بتتكلم على العلم اللي بتتكلم على كل ما له علاقة بالارض انت اي حاجة اللي علاقة بالارض هيبقى دي اسمها جيولوجيا سواء كانت تدريس الارض مكونات الارض حركت الارض وهكذا طيب ايه الحاجات تعرفين انت معا فروع الجيولوجيا ايه الحاجات اللي شبه بعضها زي مثلا جيولوجيا الطبيعية والجيولوجيا التركبية فيه ناس كتير بتلقبط في حاجة زي كده الجيولوجيا الطبيعية دي نتيجة انا عندي شكل معين اتأثر بالعامل الخارجية والدخلية يعني مثلا لما يجي يقول لنا مثلا ان احنا عندنا الجيولوجيا الطبيعية دي مثلا عندي صخر تأثر برياح والسيول والزلازل يبقى دي جيولوجيا طبيعية صخر اتأثر بالعامل الخارجي فين العامل الخارجي الرياح والسيول فين العامل الداخلي زي الزلازل زي لو قال لك حركات ارضية رافعة وخافضة تمام لكن لم يجي يقول لك بقى جيولوجيا التركبية التركبية دي اشكال وتركيب زي مثلا انت عندك الطياط زي الفوالق زي عدم التوافق دي كده يقول لك اشكال ونتجة من الرياح والسيول والزلازل اه لا يبقى دي جيولوجيا تركبية اللي ميديك شكل لكن لم يجي يقول لك في صخورة الصارد بالرياح والسيول والزلازل يبقى دي جيولوجيا طبيعية يبقى الاتنين دول شاه بعض جدا جدا ناخد بنا من صيغة السؤال طيب تعال بقى الباب الخامس انت عندك يقول لك ايه اشكال موجودة على سطح الارض نتجة من العامل الخارجية والدخلية دي اسمها تضريس مش هتقول له جيولوجيا تركبية ولا طبعية ليه هو بيقول لك بقى ايه هنا لما يقول لك جيولوجيا طبيعية وتركبية لازم يحدد لك يقول لك فرع من فرع الجيولوجيا علم من علوم الجيولوجيا احد علوم الجيولوجيا وبيتكلم على كذا يبقى تركبية او طبعية لكن ايجي يقول لك على طول كده اشكال وتركيب مختلفة انتفقنا يا شباب؟ طيب تعالى بعد كده ليه برضو علم الطبقات علم الطبقات شبه شوية الحاجات دي ازاي انه مسلا ميجي يقولك ايه والله ده فيه اه سخور اه بتاعة اه هضبة الحبشة اسيوبيا بتتفتت وتنقلت عندنا في مصر وترصبت اه يبقى دي زيولوجيا علم الطبقات اه تفتيت ونقل وترصيد فاكن لما قالك في الجيولوجيا علم الطبقات يقولك ايه الظروف اللي بتتحكم في تكون الطبقات طيب تحكمي دي ازاي لما ترصبت امتى بعد تفتتها ونقلها يبقى لو جالك مثال زي دوت يبقى ده جيولوجيا علم الطبقات لو جاي قال لنا برضو حتت ان فيه قاعة البحر عندنا هنا اه في مصر ان فيه اه سخور اه 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 تفتتت من القواقع اه اه زي ال اه الاصداب بتاعة الامونيتات بتاعة ال اه اه النيمولايت بتاعة القاقع البحرية العادية بتاعة الشعار المرجانية واتفتتها ايه ثم اترصبت فهتكون سخور الحجر جيري اه يبقى دي كده علم الطبقات تمام طيب فيه برضو فروع من فروع الجيولوجيا بتلخبط زي مين زي مثلا الجيوفيزياء وعلم البترول علم البترول بيتكلم على ازاي بيتكون البترول وبيتنقل ويتخزن احنا عندنا كم ده باب التالت هنقوله الحصة الجاية بتاعة بكرة ان شاء الله ان البترول لاصله بقايا كائنات بحرية دقيقة وبعدين اه بيدفن مش عارف على عمق كم كيلو وحرار كم درجة وبعد كده هوت حيبدأ بعد ما ظروف تكولات تتكون يبدأ يتكون البترول اللي بيتحرك ويهاجر يعني يمشي ويتخزن فيه صخور المسامية يبقى ده علم البترول لكن يقول لك احنا بنبحث عن البترول في الصحراء الشرقية اه بنبحث يبقى ده جيوفيزياء احنا بنبحث عن القصار بنبحث عن المياه الجوفية يبقى ده جيوفيزياء بندرس طبقات الارض اللي تحت الارض او بندرس المكانات اللوب والروشاح يبقى برضه جيوفيزياء عشان اي حاجة تحت الارض بيدرسها يبقى ده علم الجيوفيزياء بيدرسها او يبحث عنها تمام تعالى برضه النقطة مهمة جدا جدا اللي هي علم المعادن والبلورات ده تعريف والجيو كيمياء هنا الاتنين بيتكلموا على معدن ازاي في علم المعادن والبلورات حيتكلم على خصائص المعدن يجي يقولك بقى والله ده الماس ده شفاف ده الدهب ده باريكوفيزي ده الكوارتز لقلوان مختلفة يبقى بيتكلم على خواص المعدن يبقى ده علم المعادن ده والله ده معدن الهلايد نظام البلوري بتاعه مكعبي اه يبقى بيتكلم على الانظام البلورية تمام يبقى علم المعادن اما الام تقول جيو كيمياء لما يقولك ايه احنا عندنا في حديد موجود في الصحراء الشرقية ايه شرق اسوان اه يبقى ده الجيو كيمياء مكان المعدن فيه انت فاهمين ازاي والحديد ده موجود بنسبة مش عارف كم في المية يبقى نسبته قد ايه يبقى ده جيو كيمياء يبقى مكانه ونسبته يبقى جيو كيمياء لكن لما يتكلم على خواصه شكله بريقه لمعته شفاف ولا لا صلاته كام وبالنظام البلوري بتاعه يبقى ده علم المعادن البلورات طبعا فيه فروقة تانية بقى بتبقى واضحة وصريحة زي الحفريات او الاحفير القديمة دي بيتكلم على بقية الكائنات زي المية الجوفية او المية الارضية ازاي بنبحث عنها وازاي بنستخرجها ونستفيد منها دي بتبقى برضو واضحة وصريحة تمام ففيه امور بتبقى واضحة انا حبيت بس اقولك وحددلك التعريفات اللي شاهب بعضها جدا جدا ده بالنسبة لفروع علم الجلوج طب تعال بقى الجلوجيا كعلم مهم بالنسبة لنا اه دي بتتكلم على ازاي بنبحث عن مواد البنى بنبحث عن مواد الطاقة طب بنى يعني يبقى يبقى حجر جيل والخام وطفلة عشان نعمل منها الاسمنت طب مصادر الطاقة فحم وبترول طب مواد معدنية المعدن والخامات المعدنة احنا عارفينها صح وفيه بنقولتها مهمة بقى زي لما قالك ان برضو بتخش فيه مجالي الزراعة والصناعة والكام ده زي السوديوم والكابريت والكلور دي برضو حتى كمان الجلوجيا لها دور في المجال العسكري طب ازاي المجال العسكري لما يجي يقولك احنا نديم حس عن اماكن المية الارضية عشان الجيش الفلاني احنا اي جيه اي دولة عندها جيش طب الجيش ده حيتدرب فين حيتدرب في وسط المدن ولا في اماكن بعيدة مفتوحة طب مين هيحدد الاماكن دي ومهابط الطايرات والاماكن اللي بتمشي عليها المدرعات والدبابات يبقى بتوعي الشرش يبقى ده برضو بتساهم في موضوع المجال العسكري ادي النقط المهمة اللي احنا بنتكلم عليها في بداية الباب الاول بالنسبة بقى للجزء بتاع مكونات الارض مكونات الارض احنا عارفين ان الارض فيها ستة اجزاء الجزء السادس اللي هو الغلاف الحيوي ده حيتقال ان شاء الله في الباب الاول علوم بقية احنا عندنا القشرة وبعدين الوشاح واللوب او النواة وبيحيط بالقشرة من برة حين زي ما احنا عارفين الغلاف الجوي والغلاف المائي لما نجي نتكلم علي القشرة يعني احنا لو عملنا كده ادي القرى الارضية دي القشرة ده الوشاح وزي ما انت شايف كده سمكه بيكون كبير ده اللوب الكاريجي وده اللوب الداخلي لو احنا اتكلمنا على القشرة حلال القشرة جزئين في قشرة قرية وقشرة محيطية قرية يعني مسكة القرات اسيا وافريقيا وامريكا الشمالية الجنوبية المحيطية طب اللي بيميز الاتنين اللي بيميز الاتنين ان القشرة القرية ديت بتبقى عبارة عن صخور جرانيتية لكن المحيطية صخور بازلتية طب الجرانيت ده اللي هو الاتنين طبعا صخور نارية الجرانيت ده بيبقى كسافته اقل اخف اقل وزنا لكن البازلت يبقى كسافته اتقل يبقى تحت يبقى القشرة القرية هي فوق وقشرة المحيطية التحت زي ما بننزل البحر بننزل البحر بنمشي في قاعة البحر بنكل ما نلقع بنخش جواه البحر القاع بايه بيخبط وينزل في بص تلاقي ان الصخور دي كسافته اتقل الجرانيت بعبارة عن السيليكا والالامونيوم دي اكتر العناصر اللي موجودة في الصخور القشرة القرية طب لو انا اعملت اختصار لو اخلت من كلمة سيليكا سينيه ومن كلمة الامونيوم الفلام يبقى اسمها السيال يبقى اسمها السيال الجرانيتية يبقى قشرة القرية سيال جرانيتية غنية بالسيليكا الامونيوم الكسافة قليلة الوزن النوعي قليل اخاف في الوزن البازلت احنا قلنا لها القشرة المحيطية الاتقل اللي فيها عناصر سيليكا برضو وماغنيسيوم دول اكتر عنصرين السيليكا والماغنيسيوم طيب لما ناخد اختصار ناخد من اول حرفين السينيه والماغنيسيوم الميم الف يبقى السيمة اذا القشرة القرية السيال الجرانيتية القشرة المحيطية السيمة البازلتية الاتنين الكسافة مختلفة مين لقى تقل تمام القشرة المحيطية البازلت ومن الاقل القشرة القرية وسبحان الله رغم اختلاف الكسافة ده لكن بينهم توازن توازن في الفين في القشرة الارضية احنا هنعرف لابة التالت ان الجرانيت جوفي والبازلت ساطحي الجرانيت الجوفي ده كسافته ليلة فيرتفع لأعلى والبازلت الساطحي كسافته تقيلة فيغبط لأسفل تحت في القاعة المحيطات اذا فيحصل من هنا التوازن ما بين الاشرتين ده بالنسبة ليه الاشرة القرية والاشرة المحيطية تعالى بقى ليه الوشاح الوشاح ده اللي هو اكبر جزء موجود في القرى الارضية اللي هو سمك الفين وتسعمية كيلو متر حجمه تمانين في المية تمانين في المية لو جابها لك في الاسئلة ككسر اعتيادي نص ولا رابع ولا خمس يبقى تمانين في المية معناها تمانين على مية يبقى معناها اربعة على خمس سفر مع السفر على اتنين في الاربعة وعلى اتنين في الاخمسة يبقى اربعة اخماس يبقى حجم الارض اربعة اخماسه الوشاح الوشاح ده يتميز ان هو برضو جزء ايه فيه الوشاح العلوي الجزء العلوي من الوشاح ده اسمه اسينوسفير يتميز ان صخوره لدنة مائعة عاملة بالزبط زي الجل مش سائلة مش صلبة لدن مائع فدي ميزة ربنا سبحانه وتعالى عملها واحنا متفقين ان ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هكده اكيد في حكمة وفي سبب ليه ربنا سبحانه وتعالى يخلي الاسينوسفير صخور لدنة مائعة عشان القشرة القرية والمحطية تنفع تتحرك فوق منها ما كانش ينفع القشرتين دول الصخور الصلبة تتحرك على صخور صلبة لازم تتحرك على صخور لدنة طب هو مهم مستر ان القشرتين يتحركوا او طبعا عشان يحصل الحركات التكتونية في الالواح التكتونية زي ما ناخد في الربع بالتفصيل اذا الاسينوسفير صخور لدنة مائعة فصر ليه اللي تساعد على حركة القرات فوقها طب احنا بتقول الوشاح كله الفين وتسوعمائة كيلو طب امان الاسينوسفير تلتمية وخمسين كيلو من الفين وتسوعمائة طب لو جاء قالك نسبة الاسينوسفير اللي هو الوشاح العلوي الى الوشاح السفلي او مقاسي من الرقم ده الرقم ده يطلع اتناشر لواحد طيب الوشاح ده اللي هو السفلي ده الوشاح الصلب الوشاح الداخلي وكل الوشاح سواء الصلب او اللذن المائعة الاسينوسفير ايه مكوناته اكاسيت حديد وماغنيسيوم وسيليكون دي مميزات الوشاح تعالى بقى للوب احنا عارفين ان اللوب ينقسم اللوب بخارجه ولوب داخلي طيب كل ما حننزل تحت الارض لازم تعرف ان كل حاجة في الارض هتزيد ضغط حرارة كسف طب هو في حد قدر ينزل تحت الارض ويدرس اللوب الخارجه والداخلي طبعا لا استحالة ليه الضغط الجامد جدا جدا ده حيموت اي كائن او اي آلة يفرتكها يكسرها والحرارة نفسك يا لهم هتسيح اي كائن او اي آلة وما لهم عرفوا التفاصيل دي منين عرفوا ان اللوب ينقسم لوب خارجه ولوب داخلي من دراسة او تحليل الموجات الزلزلية لما بيحصل زلزل يبصوا يلاقي ان بيخرج منه موجات زلزلية الموجات الزلزلية دي قد بتمشي في اللوب الخارجي والداخلي بشكل مختلف فقدروا يقسموا اللوب انه بينقسم اللوب خارجي ولوب داخلي تمام طيب تعالا بقى نشوف اللوب ده اللوب الخارجي مكوناته مصهور حديد ونيكل طب اللوب الداخلي صلب بسبب الضغط الجامد يا مستر مش انت بتقول كل ما بننزل اللي تحت الحرارة حتزيد تمام طب المفروض اللوب الداخلي ده يبقى حرارته زادت اوي فينصهر اكتر لكن بسبب الضغط اللي وقع على اللوب الداخلي من الوشاح ومن اللوب الخارجي ازا جزيئات المواد السائلة في اللوب الداخلي بتتماسك وتكون صخوره صلبة اللوب الخارجي سمكه الفين ومت كيلو لكن الداخلي نصف قطره الف تتماسك وتمانين كيلو اللوب الخارجي الضغط فيه تلاتة مليون فاكر الضغط على الارض بيساوي واحد شوف هنا تلاتة مليون ضغط مفيش حد يبدأ ان هيتحمل الكلام ده اللوب الداخلي مقالش لكن اكيد اكتر من اللوب الداخلي يعني اكتر من تلاتة مليون حرارة اللوبين بتزيد عن الخمس تلاتة درجة مقوية طيب نقف هنا بقى كده ونركز في الحتة دي لو سمحت الوقت احنا قلنا ان اللوب الخارجي الضغط فيه تلاتة مليون تمام طيب حنستنتج بقى وده وارد جدا في الامتحان الوشاح يبقى الضغط فيه كام ما قالش عندنا في في الكتاب الوشاح ضغط فيه كام لكن بالمنطق لو قال الضغط في الوشاح هل هو تنين ونص ولا تلاتة ونص ولا اربعة لا يبقى تنين ونص لان الوشاح الضغط فيه اقلي من اللوب الخارجي طيب لما يقول للوب الداخلي الضغط فيه كام بتنين ونص ولا تلاتة ونص لأ يبقى تلاتة ونص اكيد اكتر من اللوب الخارجي تمام نبص برضو على الحرارة احنا قلنا الحرارة في اللوب اكتر من خمس تلاف درجة مقوية طيب لما يقول الحرارة في الوشاح هل هي اربعة تلاف ولا خمسمية ولا ست تلاف لا اكيد اقلي من الخمس تلاف يبقى الاربع تلاف ومش معقول برضو خمسمية الفرق كبير جدا جدا يبقى دي استنتاجات طيب الكسافة في اللوب الكاريجي عشرة جرام عالسنتمتر تكعيد واللب الداخلي اربعتاشر جرام عالسنتمتر تكعيد ده الكسافة الكتلة على الحجم طيب يبقى اللوب يبقى الوشاح كسافته كام اكيد اقل من عشرة يبقى الوشاح بقى زي ما ايجيب لك الرقم تمانية تمانية ونص تسعة لغاية حتى يقولك الحد الفاصل ما بين الوشاح واللب يبقى تسعة وتمانية من عشرة وتسعة وتسعة من عشرة يبقى دي الحاجات دي هنستنتجها بناء على الرقام اللي عندنا دول الرقام اللي عندنا بس انت تستنتج الوشاح اقل منهم كلهم اللوب الداخلي طبعا حيسيت تمام طيب لما درسوا اللوب الخارجي والداخلي يوعرف ان اللوب الخارجي مصهور واللب الداخلي صلب كمان لقوا ان اللوب الخارجي المصهور بيدور حول اللوب الداخلي الصلب ونتيجة دوران اللوب الخارجي اللي مليان زرات حديد ونيكل اذا يتولد او ينشأ او يتكون المجال المدس الارض يبقى كيف يتكون المجال المدس الارض نتيجة دوران اللوب الخارجي المصهور حول اللوب الداخلي الصلب كده احنا خلصنا القشرة والوشاح واللوب بيحيد بيهم كلهم من الخارج الغلاف الجوي والغلاف الماء الجوي ازاي يتكون يعتقد خد بالك بقى اول كلمة في الكتاب بيقول يعتقد دي معناها ايه معناها ان دي نظرية مش كلام اكيد ان ما كانش حد موجود دي استنتاجات علماء وفيه ناس بتموافق على الكلام ده وفيه ناس بتقول نظريات تانية خالص بيعتقد ان الارض لما جت تتكون كانت عبارة عن كتلة من الصهير صخر سايح من صهر الكتلة الصهير دي بدأت تبرد الكتلة الصهير دي كان معاها غازات عناصر ومركبات كيميائية في صورة غازات الكتلة الصهير مع مرور الوقت حصل برودة في الجو فجمدت فكونت الارض طب والعناصر اللي في صورة غازات ظلت منفردة على الحالة الغازية الغازات ما جمدتش فعشان كده كونت الغلاف الجوي اللي بيحيت بالكرة الارضية تمام دي نظرية زي بالزبط كده طبخين هما طبخة في البيت جيلي كاستر شيء سايح اهو وعمالي طلع دخانة سابوه شوية يبرد الجيلي او الكاستر ده جمد طب والدخانة دي فضرت في الحالة الغازية ده القصة ده متنساش نظرية لكن ده عندنا في المنهج الغلاف الجوي بقى احنا اتفقنا ان احنا كل ما ننزل قد السطح بتاع الارض كل ما ننزل تحت الارض اشرة وشاح لب خارجي لب داخلي كل حاجة هتزيد كسافة ضغط حرارة طيب بالمنطق بقى وكل ما اطلع فوق سطح الارض في غلاف الجوي كل حاجة هتقل الضغط والحرارة والكسافة والاكسجين تمام يبقى دي متنسهاش تماما ده اساسيات عندنا في المنهج مش هتغير طيب الغلاف الجوي ده ارتفاع او سمكه اكتر من الف كيلو واصل لغاية الغلاف الكوني بتاع المجموعة الشمسية كلها الغلاف الجوي ده يتميز زي ما ارتفعنا كل حاجة بتقل الكسافة بتقل وعشان كده الضغط يقل يبقى لو جيه قال لك فسر ليه الضغط الجوي بيقل كل ما ارتفعنا الاعلى بسبب ان الكسافة بتاعت الغلاف الجوي بتقل الاكسجين يقل عشان كده الانسان يشعر بالاختراق في الارتفاعات الشاهقة طبعا الحرارة بتقل مش مكتوبة عندنا بس برزيزي نتكون برضو عارفة هنقول مكونات الغلاف الجوي ونرجع تاني للضغط عشان مساء للضغط ايه هو المكون الاساسي للغلاف الجوي غازين اتنين واكسجين ونيتروجين 78% من غلاف الجوي اسف 78% النيتروجين والاكسجين 21% طب لو قال لها لك كسر اعتيادي يبقى ده خمس ازاي جبناها هنقرب ال 21 تبقى 20 على 100 سفر مع السفر على 2 فا 1 فا 5 والثمانية وسبعين نقرب تبقى 80 80 على 100 زي ما انتفقنا في الوشاح تبقى باربعة خمس يبقى دول العنصرين الاساسيين في الراف الجوي طيب كده مجموحهم كام 99 حيتفضل واحد في المية باقي الغازات كلها اللي تسمع عنها الهيليام اللي هي الغازات الندرة هيليام كريبتون زين ارجون في غازات متغيرة زي السانوكسيد كربون زي بخار الميا زي الاوزون دي كلها نسبها قليلة جدا 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 يعني السانوكسيد كربون ده 3 من 100% نسبة ما لا تذكر تمام طيب طيب احوار بقى الضغط وده مهم جدا جدا عشان مسال الضغط اللي حتيجلنا في باب الاول جيولوجيا وممكن يربطهن مع الباب الرابع مع ارتفاع الجبال وممكن يربطهن مع الباب الاول بيئة لما يقول لك الضغط الجو اللي في المية احنا قلنا ان سطح الارض اهو الضغط على سطح الارض بواحد واحد ضغط جوي وانا واقف على الارض واقف على سطح البحر واقف في الشارع ارتفاعي بسفر ما تنساش طيب في قانون للضغط كلما ارتفعنا خمسة كيلو ونص الضغط يقل الى النص ده قانون واحد ركب طيارة وطلعها خمسة ونص هيبقى الضغط نص طيب معنى كده اللي انا طلعت خمسة كيلو ونص كمان خمسة ونص وخمسة ونص يعني 11 كيلو هيقل الى النص نص النص كام يعني هأس نص على اتنين يبقى بربعة اطلع كمان خمسة ونص و 11 يقبى 16 ونص بقى الضغط بيساوي تمد بقسم انا كل ما اطلع خمسة ونص اقسم الرقم اللي عندي على اتنين طب لو طلعت كمان 16 ونص وخمسة ونص تمام هيبقى 1 ل 16 يعود يقل الى 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 حتى ينعدم تماما الضغط الجوي دي ارقام سابت عندك متنسهاش خمسة ونص يبقى الضغط بنص 11 يبقى بربعة 16 ونص يبقى تم مش ممكن تتغير يجيلك بقى يقولك في شخص واقف على جبل الجبل دي ارتفاعه خمسة تلاف وخمسمية متر وفيه طيارة فوق منه مرتفعة لغاية 11 كيلو متر يبقى الفرق بينهم قد خمسة تلاف وخمسمية معناها خمسة ونص يعني الضغط بيتساوي انا هو في الحالة دي خمسة ونص يبقى احنا كده الضغط بنص و12 كيلو يبقى الضغط بربع يبقى الفرق بين الضغط بين الراجل يقف على قمة الجبل وبين الطيارة اطرع من ده يبقى ده ربع ضغط جبل وهكذا القصة هتجيلك بقى اهم حاجة سيغد السؤال تفهمها انت القانون اهو مش هيجيلك ارقام تاني غير دي ده كده الغلاف الجوي تعال نشوف الغلاف المائي برضو ازاي بيتكون غلاف المائي برضو نظرية اعتقاط قد تكون صح وقد تكون خطأ الفكرة ان في بداية تكوين الارض لما كانت الارض كتلة من الصهير ولسه الصهير بيجمد حصل براكين ضخمة كتيرة البركان زي ما نعرف في الوقت التالي ان شاء الله بيطلع منه غازات كتيرة قبل اللافا الغازات دي من ضمنها كمية مهولة من بخار الماء طب بخار الماء ده لما يطلع بكميات كبيرة ويتكسف فيكون سحم السحب دي هيسقط منها امطار المطر ده ينزل على الارض ويملى اي فراغات اي احواض بالمية فيكونني الغلاف المائي يبقى برضو دي نظرية طب واحد يقول لي طب ليه المطر لما نزل هنا عامل بحر ميته ملحة ونزل هنا عامل نهر ميته عزبة حسب نوع الصخور اللي في الارض لو المطر نزل على صخور ما فاش املاح هتفضل المية بتات المطر زي ما هي عزبة لو المطر نزل على صخور في املاح هيدوه بالملح اللي في الصخور فيبقى المية ملحة زي البحار والمحيطات تمام الغلاف المائي بيحيد بالارض زي برضو موجود الغلاف الجوي نسبته هي الاقتر نسبة الغلاف المائي اتنين وسبعين في المية يعني تقريبا تلت تربع سطح الارض غلاف مائي اهميته او في نقطة مهمة جدا فيه ان هو بتنسب اليه جميع الزواهر التوبغرافية توبغرافية يعني تطريس سطح البحر ده مستوي في كل العالم جميع البحار والمحيطات السطح بتاعه مستوي اللي اختلفه العمق فانا عشان عندي جبل او اي هضبة او اي شيء مرتفع او اي شيء منخفض زي وادي او سهول عايز اشوف الوادي ده منخفض بكام متر عايز اشوف الجبل مرتفع بكام متر ينسى بالكلام ده لمستوى سطح البحر ده مستوي على جميع انواع البحار والمحيطات في العالم كله فدي اهميته قادل خمس مقارنة عدد كوكب الارض السادس احنا قلنا الغلاف الحيوي ده حيتاخد ان شاء الله في الباب الاول بيها بعد كده عندنا الاشكال والتراكيب احنا عايزين نتفق اتفاق كلمة اشكال وتراكيب جيلوجية دي عبارة عن ايه عبارة عن كذا حاجة في تراكيب سانوية اللي هي اسمها تكتونية وفيه اولية تمام والتكتونية انا بفكرك احنا بنراجع انا عارف ان انت بقلك شهر ساب المادة فبعشان كده بنفتكر مع بعض التكتونية او السانوية زي الطيات فوالق فواصل بس طيات فوالق فواصل مفيش حاجة تانية اما التركيب الاولية فيه علامات النايم او النيم تدرك الطبقي تطبق المطاقات واتشقات الطينية طيب نقف ثانية هنا قبل ما نشرح ادول قمالها مستر عدم التوافق تراكيب جيلوجية اسطح عدم التوافق تراكيب جيلوجية طيب والجدد والعروق والقباب والطفوحة بوركنية الترباب التالت دول ايه تراكيب جيلوجية لكن مش سانوية والاولية متفقين يبقى السانوية ثلاث حاجات طيات فوالق فواصل الاولي اربعة تدرك طبق تطبق متقاطع اشقات طينية علامات النايم وفيه تراكيب جيلوجية تانية اللي هي اسطح عدم التوافق وفيه التراكيب الجيلوجية بتاعت السخور النارية سواء تحت الارض اللي احنا نشرحها بالتفصيل بكرة بإذن الله اللي هي زي الجدد والعروق والباسولايس والقباب وفيه تراكيب نارية سطحية زي بقى الفكر انت البرشيا النارية والمكزفات النارية والقصص دي واتفاعة بوركنية كل دول تراكيب جيلوجية لكن احنا النهاردة عندنا التكتونية والاولية تكتوني باللاتيني صخر دائم الحركة والبناء يبقى دي تنتج من حركة الالواح التكتونية اللي من تحت الارض يبقى معنى كده ان هي نتجة من قوة داخلية لكن التراكيب الاولية دي نتجة من قوة خارجية الرياح والامطار والسيول او الجفاف دي الحاجات اللي بتتكون سابقا تمام واحنا شفنا الامثلة بتاعتنا احنا هنشرح دول بالتفصيل التراكيب الاولية الخارجية انت عندك رسومات بتاعتها في الكتاب وفي المنزام معاك دي بتبص عليها شكلها عشان ممكن تجي لك كرسمة في الامتحان وليك ده ايه طبعا علامات النايم بتجيب او النيم بتسببها ممكن رياح وممكن مية البحار التشققات التونية بسبب الجفاف اللي تل المية والضغط على الصخور التراكيب تدرج الطبقي ترسيب الرواسب المائية او رياحية برضو لكن تطبق متقاطع ترسيب رواسب بتاعت الانهار تمام تعالى بقى للتكتوني او الثانوي اللي هو الطيات الفالق الفاصل ايه هي الطاية انسناء او تجعوت الصخور بتتنى نتيجة قوة الضغط متنساش الطيات ناتجة من قوة الضغط الطيات دي نادرا لما تلاقيها طاية واحدة لكن في الغالب بتبقى مجموعة من الطيات المتصلة مع بعضها محدبة ومقعرة بالمنظر دا كده يبقى لها دي ها طاية متصلة من محدبة مقعرة محدبة ناتجة منين الصخور دي من القوة الضغط من اللي اثر عليها القوة الداخلية الصخور دي نحق ايه طبعا تلاقينا ما انا عمل طبقات اهو يبقى انت فاكر ان هي تبقى صخور رصوبية ليها اهمية اه ليها اهمية اقتصادية بتخزن تحتها البترول والميجة والارضية عشان كده يقولك تشكل المكامل او المصيد مكمن يعني مخبأ تمام بنعرف منها نسلل منها الاحداث الجيولوجية بنعرف منها كمان الاقدم والاحدث في الصخور دي اللي هي الامل الجيولوجية مش بنعرف منها عمر الصخور حدد دي كويس وفرد ابيبين حتا دي مهمة بنعرف من الطيات الاقدم والاحدث الاقدم طبعا بيكون تحت والاحدث فوق لكن مش بنعرف منها عمر هذه الصخور تمام دي الطيات عناصر الطي في عندنا تلات عناصر الطيات لها تلات عناصر والفالق له تلات عناصر عناصر الطيات في مستوى محوري وفي محور وفي الجناح المستوى المحوري هو المستوى اللي بيقسم الطاية نصين قسمها نصين قد بعض بالزبط وده وهمي مش موجود في الحقيقة تمام اما جناحي الطاية اي طاية في الدنيا لها جناحين ادي جناح وادي جناح تمام كتلتي الصخور الموجودين على جانبي المستوى المحوري المحور المحور ده خط وهمي برضه ناتج من تقاطع المستوى المحوري للطبقة مع الطبقة نفسها يعني المستوى المحوري بيقطع الطبقة لو انا سميت الطبقة دي واحد ودي اتنين يبقى المستوى المحوري قطع الطبقة الاولى هنا يبقى ده محور قطع الطبقة التانية هنا يبقى محور يبقى معنى كده ان الطاية اللي لها طبقتين تتكون من محورين وللها سبع طبقات يبقى لها سبع محور اذا الخلاصة اي طاية في الدنيا لها مستوى محوري واحد بس مهما زاد عدد الطبقات وليها جناحين اتنين بس طب عدد المحاور قول عدد المحاور على حسب عدد الطبقات انتفقنا طب دي طاية هي متصلة هيبقى فيها لو قالها فيها كم جناح عد ادي جناح اتنين تلاتة اربع اجناح ما تقوليش بقى دولترات طيات يبقى ستة اجناح لا طب فيهم كم مستوى محوري ادي مستوى محوري اتنين ثلاثة طب فيه كم محور قول في سرك عدد المحاور بيساوي عدد الطيات في عدد الطبقات انا عندي تلات طيات وكل طاية فيها طبقتين يبقى فيه عندنا ست محاور اتفقنا دي الطاية المحدبة والطاية المقعرة وشكلهم عامل ازاي وايه عناصرهم طيب الطاية الطاية دي خصائصها من النادر ما تلاقى منفردة غالبيات اللي انت شفتها الوقت كده ليه الطاية المتصلة بتشغل مساحات مرضو متبينة مختلفة ممكن توصل لعشرات الكيلو اه مترات اه طيب الطاية بتعاني من تكرار الطاية ما هتضغطت النهاردة وكمان مئة سنة هتضغط تاني وكمان الف سنة هتضغط تالت طب بنعرف منين ان هي حصل لها كذا مرة ان هي اتضغطت وتنت هتلاقى فيه في الصخور تشققات يبقى من خلال دراسة هذه التشققات بنعرف ان هي عانت من كذا من التكرار الطاية كذا مرة الانواع الرأسية زي ما اتفقنا المحدبة اهي والمقعرة ما تنساش الطاية المحدبة هنا بتنحنة طبقات لاعلى المستوى المحورة اهو تنحنة طبقات لاعلى لكن الجناحين بيبعدوا عن بعض ناحية المستوى المحوري الطاية المقعرة بتنحنة طبقات لاسفل والجناحين رايحين مع بعض ناحية المستوى المحوري اتفقنا ما تنساش الطاية نتجة من قوة الضغط طمام طيب بنصنف الطاية محدبة ومقعرة لاي اساس مظهرها في الحقل ايه كلمة الحقل اي مكان فيه حاجة تبع الجيلوج زي كده بنقول حقل زهر يبقى داع عشان ده فيه غز طبيعي فاي مكان فيه حاجة تبع الجيلوجيا فيه صخور فيه معادن فيه بطرول فبنسميه الحقل طبيعة القوة التكتونية المؤسرة الضغط جانجاي من تحت اكتر هتبقى طاية محدبة دايما اعلى اكتر حل طاية مقعرة مظهرها في الطبيعة التفانة خلاص وضع العناصر تركبية يعني العناصر تركبية لعناصر الطاية خناف الجناحين عشان دول الموجودين حقيقي هنا الجناحين الاعلى بحد دبقى الجناحين الاسفل تبقى مقعرة ايه دي اول نوع من التركيب التكتونية تبقى الطاية تعالى ليه الفوالق الفوالق كسر ومعه حرق لو الكسر بس يبقى فاصر تعالى نفتكر مع بعض ادي صخرة ها الصخرة ده الكسر كده بالمنظر ده فاصر مش فعلق ومال لازم لما يتكسر يتحرك هيتحرك لاما الصخور هتنزل طب نمسع دي خالص كلها كلها الاول هادي الصخرة اتكسر نزل لاسفل بالمنظر ده يبقى ده فالق عادي الضغط الاعلى كده يبقى ده فالق معكوس يبقى الفالق هنا لو بصيت لما حصل كسر بقى عندي تفتكر معايا تلات عناصر الخط للكسر ده مستوى الكسر اللي هو مستوى الفالق الكتلتين دول فيهم واحد حقق علوي والتاني حقق سوفلي الكتلة بيتحرك متنساش الحقق العلوي الحقق العلوي نزل لتحت يعني ايه نزل لتحت يعني تشد الاسفل يبقى فالق عادي الحقق العلوي اهو الضغط لاعلى يبقى ده فالق معكوس طيب مين اللي حيشد السخور او يضغط عليها متنساش القوة التكتونية المؤسرة على السخور طيب انا ازاي جاني رسمة وعايز اعرف ده طيب ده فالق عادي ولا فالق معكوس لو بالمنظر ده كده ادي مستوى الفالق افتكر معاه اللي كنا بنعمله السخور اللي على ايدي ده الحقق العلوي السخور اللي تحت ايدي ده الحقق السفلي حددت العلوي السفلي العلوي نزل لتحت يبقى ده الفالق العادي العلوي طلع اللي فوق بالمنظر ده كده يبقى ده فالق طلع اللي اعلى يبقى ده فالق معكوس اتفقنا طيب لو جبتلك رسمة تانية بالمنظر ده كده دي طبقات بتجلك بأي شخ بقوم حاطة ايدي على المستوى المحوري ميل قول في سرك لو المستوى المحوري ميل على مين بحط ايدي الشمال قادل السخور اللي على ايدي يبقى ده العلوي يبقى ده السفلي طيب هنا العلوي لو انا بصي كده هوت هنا العلوي ابص على الاكسات هلاقي الاكسات نزل تحت بالنسبة للسفلي الدواير نزل تحت بالنسبة للسفلي يبقى العلوي نزل تحت يبقى ده فالق عادي وهكذا طيب لو احنا عملنا رسمة تانية الحاطة المستوى الفالق ميل على الشمال بحط ايدي اليمين لما حطي ايدي اليمين يبقى ده كده اللي على ايدي اليمين يبقى ده العلوي يبقى ده السفلي طيب ابص على الرموز الالقي العلوي الخطوة الميلة اعلى المسلساء اعلى يبقى ده فالق معكوس تمام طيب هنزود بقى حتة كمان كده نفتكرة مع بعض لو جالك هنا حطلنا هنا هوت كده جدل الجدد الجدد مقسومة هي وقالك مين الاحدث قول في سرك ورايا طالما الجدد مقسومة يبقى الجدد هي الاقدم او الجسم النار الاقدم ده معنى ان كان موجود وبعد كده اتكسر والفالق حصل يبقى الفالق هو الاحدث تمام دي برضو نقطة مهمة بتجي في الامتحانات ادي الاجزاء بتاعت الفالق المستوى المحوري المستوى الفالق والحقاط العليل والحقاط السفلي والنوعين المهمين بالنسبة لنا طيب لو انا بصيت كمان على حاجة مهمة اوي الفالق العادي والمعكوس هلاقي ان الفالق العادي اللي مكتوب عندك في الكتاب وفي الملزمة ان الفالق في الفالق العادي طيب بتشد الاسفل المعكوس لا اعلى الفالق العادي الحقاط العلوي بيبقى اسفل السفلي المعكوس بيبقى اعلى السفلي تمام اللي مش مكتوب في الكتاب ان الفالق العادي صخور الحقاط العلوي بتنزل مع اتجاه الجاذبية لكن المعكوس عكس الجاذبية ايه كمان ان الجزء المنكشف يعني ايه هنحفر وبنشوف صخور مين اللي حينكشف بالنسبة للفالق العادي ادي صح الارض اهو وانا بقى هبدأ احفر اللي هشوفه الحقط السفر مش العلمي لكن في المعكوس اللي هشوفه الحقط العلمي تمام كده حاجات دي مهمة جدا حاجة تالتة كمان مش مكتوبة عندك تيجب بقى ارداء اسئلة في الفلق العادي المساحة هتزيد لكن في فلق المعكوس المساحة هتقل لان هنا شد وهنا ضغط اتفقنا في انواع تانية الفلق اه زي فلق اسم الفلق الدسر الدسر او الدسر بيسموه الزحفي ده احد انواع الفلق المعكوسة ده هيتزق كده يبقى فيه ضغط يتزق الاعلى ده معكوس احد انواع الفلق المعكوسة الفري بينهم مستوى الفلق شايفين عامل ازاي الزاوية بتاعته كبيرة قالك الزاوية بتاعته اربعين خمسة واربعين خمسين سبعة وخمسين يبقى معكوس لكنها الزاوية قليلة اتناشر خمستاشر سبعتاشر عشرين يبقى ده الدسر متنساش مهمة اوي 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 لو لقينا تكرار رأسي في الطبقات يعني مثلا جاب لك حفريات قاله هنا فيه نيمو لايت وبعدين زواحف نيمو لايت وزواحف انا بحفر اهو ولاقي فيه تكرار رأسي نيمو لايت زواحف نيمو لايت زواحف يبقى معكوس او دسر عشان بسبب الضغط لما انضغط اتزق الفوق يبقى تاني تكرار رأسي في الطبقات يبقى فلق معكوس او دسر لكن لو تكرار افقي جالك ارقام جالك حروف جالك حفريات تكرار افقي يبقى طيئة طب حدد بقى من مقعرة والمحدبة لو اللي في المركز قديم يبقى طيئة محدبة لو في المركز حديث تبقى طيئة مقعرة لان احنا عالفين الطيئة المحدبة الاقدمة من طبقات في المركز والطيئة المقعرة احد الصبقات هي اللي في المركز تمام ادي كده تلات انواع من الفوالق النوع الرابع الفوالق زوحرق افقية اللي هو الصخور ولا نقدر نحدد من العلوي ومن السفلي تمام وما قالش في كتاب شد وضغط بس طبعا هو نادك من الضغط مستوى الفوالق يتحرك على في نفس المستوى مش لاعلى ولا لاسفل في نوعين اخار اللي هو البارز او الخسف او السواتر وهي الخسفي اللي هو الخندقي ده البارز اللي هو ساتر وده الخسفي اللي هو الخندقي اللي اتنين دول فوالق عادية بدليل تعرجة مع بعض ادي مستوى الفوالق ما هي لعي الشمال بحط ايدي اليمين دي بقى ده في الحالة دي علوي وده سفلي بحط ايدي الشمال اهي علوي سفلي وهكذا طب هنا العلوي نزل لتحت تشدل تحت يبقى ده فوالق عادي العلوي تشدل تحت يبقى فوالق عادي نفس القصة ده زي ده بالزبط عشان ما نبقى عشوقت ادي فوالق عادية يبقى البارز والخاس في نتج من فوالق عادية مش فوالق معكوسة دي كده انواع الفوالق الستة اذا انا عندي التركيب الناتجة من قوة الشد الشد فالق عادي بارز كسر النتجة من قوة ضغط فالق معكوس والزحف اللي هو الدسر وجميع انواع الطياط ده مهم جدا جدا يبقى برضه في ذهنك تعالى ليه التركيب التالت والاخير في التركيب الجيولوجية التكتونية اللي هو الفاصل الفاصل بقى ده كسر في الصخور بس بدون ازاحة فممكن نلاقيه في الصخور النارية والرسمان متحولة لكن الطياط والفوالق موجودة بشكل واضح اكتر في الصخور الرسمية لان احنا عارفين الصخور الرسمية عبارة عن طبقات والطبقات دي تختلف في السمك والامتداد والمحتوى الحفري والتركيب الكيميائي ما تنساش التركيب الكيميائي على العناصر والتركيب بعدان يعني المعادن وهكذا طبعا الفوالق برضه دي ما قنهاش ان الفوالق دي خلي بالك ان هي بيبقى وجودها بنسدل على وجود لو لقينا نفرات مياس اخينا بقى في فوالق لو لقينا معادن زي القلسايت والمانجنيز والقزيل والنحاس يبقى في فوالق لما بتلاقي القطع الصخرية حد الزوايا البريشيا يبقى في فوالق تمام اما الفواصل اهميتها ان هما الفراعنة استخدموها القطماء المساليين استخدموها في بناء المعابد ومقابل المسالات في سؤال بيجي في المتحان كتير على الفواصل وفي ناس كده بيتلاخبط فيه اللي هو ايه هو قال لك المسافة بين كل فاصل واخر بيتروح من عدة تطلع لعدة امطار القصة هنا بقى ايه انا لما يبقى عنده هده يتوقف على السمك ونقص صخر صمك قليل وصخر صمك كبير فهو قال لك السمك قليل حيبقى في فواصل كتير تمام السمك الكبير حيبقى فواصل قليل ليه قوي قادر يتحمل طيب شغل بقى دمجكو بالراحة طالما في فواصل كتير يبقى المسافة ما بين كل فاصل التاني قليل يبقى كل مكان السمك قليل او صغير يبقى الفواصل كتيرة يبقى المسافة صغيرة اعكس كل مكان السخر سمكه كبير يبقى ده معناه ان الفواصل قليلة ويبقى المسافة كبيرة نفس الكلام نوع الصخر يعني ايه نوع الصخر لو انا عندي جرانيت مثلا وحجر جيري مين الضعيف الحجر جير من القوي الجرانيت يبقى مين فيهم اللي حيبقى فيه فواصل كتيرة والمسافة صغيرة الحجر الجيري لكن الجرانيت صخر قوي فحتلاقي الفواصل قليلة والمسافة اللي بينهم كبيرة ده درس الفواصل بتاعنا تعالى بعد كده الاه الدرس الأخير اللي هو الجيولوجيا التاريخية او الحفير او السلم الجيولوجي او التقوم الجيولوجي احنا عارفين ان الانسان اهم حاجة وصل لها في علم الجيولوجيا لأنه هو عمل السلم الجيولوجي اللي هو بتاع العصول والأزمنة وفي حاجة اسمها حفرية مرشدة وفي حاجة اسمها عمر الصخور التفاصيل اللي كان عندك طيب أنا الوقتي عشان اقيس عمر الصخور عندناش في المنهج ده بنقيس الطريقة شرحها ازاي الطريقة بس مكتوبة بفقط احنا لو عندنا صخر ممكن نقيس بالحفلية المرشدة طب الحفلية المرشدة موجودة فيين في الصخور الرسوبية فقط اذا لما يجي لك صخر رسوبي ويقول لك ممكن نقيسه بايه اه يمكن نقيسه بالحفلية المرشدة طب ينفع نقيس الصخر المتحول او الناري نقيسه عمره بالحفلية المرشدة لا طبعا لان الناري مفوش حفريات اصلا والمتحول مفوشها لحفريات مشوعة تمام طب بالنسبة طريقة تانية بتاعتحال المودة المشعة طب تحال المودة المشعة دي ممكن نلاقيها زي اليورانيوم في اي صخر من الثلاثة يبقى نركز بقى كده هوت بعد اذنك الصخور النارية بنقسها بايه بتحال المودة المشعة فقط الصخور متحولة نقيس عمرها بايه بتحال المودة المشعة فقط الصخور الرسوبية هنقيس عمرها بالحفرية المرشدة وبتحال المواد المشعة لان ممكن نلاقي في الصخور الرسوبية برضو مواد مشعة زي اليورانيوم او غيو او الكربينيوم المشعة او كذا تمام كده عمر الارض زي ما احنا عارفين اربعة تلاف وستمائة مليون سنة فعشان الانسان يقدر يقيس الفترة كبيرة جدا دي قسم زمن الارض لمراحل اصغر شوية ففي حدث ما اكبر فترة الظهر والضهر يتكون من احقاب وكل حقبة تتكون من عصور وكل عصر يتكون من زمن احنا الارض زي ما انتعارف تقسمت الظهرين كبار ظهر الكريبتوزوي او كريبتوزوي وظهر الفانيروزوي او الفانيروزوي الكريبتوزوي اللي هو ظهر الحياة الغير معلومة اللي ما كانش فيه كائنات اللي هو بدأ من اربعة تلاف وستمائة مليون سنة لغاية خمسمائة اتنين واربعين مليون سنة شو فترة قديم ما كانش فيها كائنات كل ده ما كانش فيه كائنات خالص ده الكريبتوزوي وده قاعد سبعة وتمانين في المية من عمر الارض بعد كده بقى الفانيروزوي او زوي اللي هو من خمسمائة اتنين واربعين مليون لغاية النهار ده وده حوالي تلتاشر في المية بيسمو الكريبتوزوي ظهر ما قبل الكامبري اللي هو اول عصر ظهر فيه كائنات الفانيروزوي ما بعد الكامبري وبقى كده بقى بتخش على السلم الجلوجي نفسه او التقويم الجلوجي نفسه بتعندك زي ما انتفقنا ظهر الفانيروزوي الكريبتوزوي الاول ده فيه تلات احقاب اللي هو حقبة الهديان والاركي والبروتيروزوي وبتشوف جنب كل واحد موجود ايه مميزاته عشان لما بيجي لك سؤال بتفتح طبعا العصور دي اساسي معانا والعصور دي معانا تقريبا في المنهج كله هنستخدمها تعالى بقى لظهر الفانيروزوي تلات حقب حيامت قديمة متوسطة حديثة القديمة فيه 6 عصور بالترتيب من تحت الاسفل ما تنساش تحت الاقدم الاحدث اللي فوق وبقى تنسى دي فدهر حقبة الحياة القديمة ليه اسمها حقبة اللافة قريات شعن اكتر حاجة كان فعلها فقريات اللي هي كامبري اردوفيشي سيلوري ديفوني كاربوني بارمي وبتشوف كل واحد كان فيه كعنات ايه ممكن يجي لك سؤال يربط مع الفوالق يربط مع الطياط يربط مع الاحداث اللي حصلت في العصور بعد كده في الباب الرابع والباب التالت ده معانا حقبة الحياة المتوسطة دي اسمها حقبة الزواحف اللي هي بتاعدة الديناصورات دي فيها تلات عصور اللي هي الترياسي والجوراسي والتبشيري تعالى الحقبة الحياة الحديثة دي هي اللي هي فيها عصرين التالت والرابع وفيها سبع ازملة باليو ايو ليجو ميو باليو 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 باليستو والهولوسين اللي احنا الزمن اللي لازه نعيش فيه الآن اللي هو الهولوسين اللي هو احداث حاجة طبعا انت لازم تبقى عارف ان في فرق بين انتشار والسيادة لما يجي لك حاجة زي كده تاخد بالك منها اختفاء وانقراط يعني انت لو ببسطة الوقت ان لو معاك العصور وفتحت معاك العصور هتلاقي ان فيه في التبشير اختفاء الديناصورات لكن في الحديثة انقراط الديناصورات طب ايه الفرق ان اختفاء خلاص كمية كبيرة جدا جدا لم عادش موجود نادرة لما تلاقيها اما في الحديثة انقراط يبقى معادش فيه ولا ديناصور موجود على الارض واضح الكلام ده مهم او او انت بتشتغل اه لما درسوا الحاجات دي ما لقوش السلم جوجو كل موجود في مكان واحد يعني مش هتلاقي كله موجود في مصر مش معقول كله في اليابان بسبب حاجة اسمها انقطاع ترصيب او تعريه ودي عملت حاجة اسمها اسطح عدم التوافق عدم التوافق يعني عدم تشابه الطبقات مش متشابهة الطبقات مش متوافقة مش زي بعضها بنعرف منين في عدم توافق من لما بلاقي حصى مستدير الزوايا كونجروميرات لكن لما بلاقي بريش يبقى في فوالط لما تلاقي الطبقات ميلة وطبقات فوق منها افقية لما تلاقي فيه اختلاف في المحتوى الحفري لما تلاقي تركيب جيولوجية في الطبقات السفلة القديمة وفوق طبقات افقية عادية ايه انواع ده من التوافق ثلاثة متباين متباين يعني مختلف ده الوحيد الي فيه سخور رسوبية وحاجة تانية لكن الانواع التانية كلهم سخور رسوبية وفيه زاوي رسوب ورسوبي وفيه انقطاعي برضه رسيبه رسيبه ازاي لما بص كده على الرسمة قدل متباين هتلاقي ان متقسم الى جزئين جزء ده لانا معامله باللون الاحمر ده لاما ناري او متحول والجزء التاني ده كده طبقات اهي يبقى ده صخور رسيبه فيه اختلاف ولا مفيش اختلاف اه فيه اختلاف فيه تباين ده كتلة واحدة لكننا متقسمنا الطبقات طالما المنظر ده يبقى ده عنا متوفق متباين بس بشرط متنساش اللازم الرسيبه هو الاحدث طب لو مستر جاري شكل قال النار يفوق والرسيبه تحت يبقى ده مش عدم متوفق متباين ومالا ايه ده شكل جلوجي مش عندنا في المنحك النوع التاني اللي هو الزاوي ان فيه عندنا طبقات ميلة وطبقات افقية طبقات يبقى ده معناه ان هو كله صخور رسيبه اهه ادي طبقات ميلة بالمنظر ده وحيجيلك اي رموز وفيه طبقات افقية برضو بالرموز اللي هو يجيبه لك اين كانت مش شرط حاجة محددة يبقى ده كده زاوي اللي انقطاعي اللي اتنين افقي اللي بالاحمر ده سطح عدم التوافق هنا افقي وهنا افقي مال بنعرفه من اين من اختلاف المحتوى الحفري الحفرات اللي هنا هتبقى مش بجود هنا اهوت وعنده في الكتاب كان نكتب لك هنا طبقه واحد اتنين تلاتة ستة سبعة تمانية طب فين الطبقه اربعة وخمسة يبقى حصل لها انقطاع ترسيب او تعريب مش موجودة مختفية طيب نقب بقى هنا شوية كده بص على المنظر متباين ليه عشان رسوبي ونوع تاني من الصخور ناري او متحور على ان يكون ما تنساش الرسوبي هو الاحدث الزاوي ميل تحت وافق فوق لسه فيه اشكال تانية الزاوي هقول هالك بس اللي اتنين طبقات يبقى اللي اتنين رسوبي انقطاعي اللي اتنين طبقات افقية يعيبقى الاتنين رسوبي بس الاتنين افقي ده ميل وده مش ميل تعالوا نشوف الزاوي بقى هل الزاوي هل الزاوي المنظر ده بس لأ فيه اشكال تانية للزاوي انا حبيت بس تسيب ده كده معانا لو انا عملت كده طبقات ميلة هي والطبقات التانية ميلة بس عكس الاتجاه يبقى ده ورد الزاوي طيب لو انا عملت كده ها طيب يبقى طبقاتها ميلة سواء محدبة او مقعرة وفوق منها طبقات افقية يبقى برده زاوي كل ده زاوي طيب لو عملنا كده المنظر ده اسمه ايا مش ده فالق وفوق افقي فالق بس بص على الفالق حتلاقى طبقاته ميلة يبقى ده ما طلبات ميلة يبقى زاوي لكن لو كان الفالق طبقاته افقية برضه يبقى افقي افقي يبقى انقطاعي تمام يا شباب ده الزاوي وإحنا كده خلصنا الباب الاول شكرا بذاري شكرا بذاري ترجمة نانسي قنقر